أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل البيئة الوحدة التاسعة ثالثة المخلفات طريقة معالجها The Impact of Western West Street ما تنواصل شرح مقاطح هذه الوحدة في هذا المقطع نتناول معالجة النفايات وطرق تدويرها تتم معالجة النفايات بالطرق التي تضمن سلامة وصحة البيئة مثل إعادة استعمال أو تصنيع النفايات القابلة للتدوير للريسايكلي معالجة النفايات الصالبة ينقسم إلى طريقتين طرق تقليدية Classical Methods وطرق حديثة Modern Methods الطرق التقليدية لمعالجة النفايات الصالبة ونسألنا هنا في هذا المقطع الشريحة الطرق التقليدية لمعالجة النفايات الصالبة هي المصب المكشوف Open Dumb وتكون هناك العوساخ في مكان مكشوف بالنسبة للهواء وليس عليه قطاع أو طمر إلى آخره هذا طريقة من الطرق التقليدية مما يسبب أزاوة انتشار لروايح الكريهة وهذا شيء غير مركب فيه الطمر الصحي Land Sanitary Fill أو ما تسمى باختصار Land Fill وهذا حفر مكان كبير في التربة وطمرها وهذا يعتبر طمر صحي الحرق في الهواء أو عن طريق أفران خاصة Incinerators تسمى هذه الأفران الخاصة Incinerators يعني بعد ما تحرق بقايا الرماد من هذه النفايات يتفن وهذا يسمى الحرق في الهواء أو الحرق عن طريق أفران خاصة Incinerators الحرق ثم الدفن في مدافع مخصصة وهذه الطريقة نحرق ثم الرماد الباقي من النفايات يمكن أن يتفن في مدافع خاصة ردم الأماكن المخفضة ثم تقتيطها بالتربة وتسوية سطحها وهنا يشبه هذا الطمر الصحي هناك أماكن مخفضة يمكن ردمها بالأوساخة أي النفايات الصليبة ثم تسويتها بالأرض مع سطح الأرض الطرق الحديثة لمعالجة النفايات الصليبة التحليل الحيوي Biodegradation وهذا استخدام بكتيريا خاصة معين لتحليل بعض المواد العضوية التخمر البطيء ونرى أنه كيف نشرحه في الشريحة القادمة بشكل مفصل وأيضا التخمر السريع Fast Zymosis والSlow Zymosis هم الاثنين يتم شرحهم في المقطع القادم الحرق بمحارق خاصة Incineration أي تكون محارق مكفولة لتفادي انتشار الروائح أو الإنبعاثات الضارة من الغازات الضارة التحلل الحراري بايروليس هذا استخدام حرارة عالية جدا ترجمة نانسي قنقر